لطالما حظي الدور المصري فيما يتعلق بالوساطة بين إسرائيل وقطع غزة بالإشادة من دول المنطقة والعالم وتعد مصر من أكبر ثريد دول غماساً في القضية الفلسطينية من خلال وساطاتها المختلفة عبر السنين للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما تتواصل الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء معاناة شعب الفلسطيني الذي يعيش تحت القصف والعدوان الإسرائيلي تتوالى الإشادات الدولية والعربية بدور مصر المحوري وجهودها الإيجابية على جميع المسارات فما بين دعمه الدائم لإسرائيل وشراكة بلاده في الوساطة ثمن الرئيس الأمريكي جو بايدن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في هذا الإطار مؤكداً تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية دائمة للاستقرار في المنطقة ككل وتأكيداً للموقف الأمريكي أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين من القاهرة بالدور القيادية لمصر في تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة كما حرص وفد مجلس النواب الأمريكية خلال لقائه رئيس السيسي على تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة مثمنين الدورة المحورية التي تقوم به مصر في تذبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين ومن أوروبا جاءت العديد من الإشادات أيضاً بالدور المصرية لعل أبرزها تلك التي جاءت على لسان كل من المستشار الألماني أولف تشولز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حيث أشاد كل منهما بدور مصر البناء لاستعادة السلام والأمن بالمنطقة وتكليلاً للإشادات الأوروبية ثمن رئيس المجلس الأوروبية تشارل ميشيل الجهود الكبيرة التي تبدلها مصر في غزة على جميع الأصعيدة وتقديراً للمحطات التي قادتها القاهرة في مفاوضات الهدنة لشهور ثمن الرئيس الفنزولي نيكولاس مادارو شجاعة رئيس عبدالفتاح السيسي وموقفه وجهوده من أجل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى المستوى العربي نالت الجهود المصرية إشادات أصحاب البيت ذاتهم إذ أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التقدير الكبير لدور مصر المساند والدعم للقضية الفلسطينية تاريخياً وحتى اللحظة الرهنة التي تبدل فيها مصر جهوداً كبيرة ودعوبة على جميع المستويات لحقن الدماء وتحت المظلة ذاتها ثمن العهل الأردني الملك عبدالله الثاني موقف مصر الرافد لتهجير الفلسطينيين واعتباره خطاً أحمر مؤكداً أن ذلك الموقف سيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية كما جدد ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة دعم المملكة لجهود مصر ومواقفها ثابتة ودورها التاريخية المستمرة من أجل نشر السلام ودعم الاستقرار الإقليمي والعالمي إشادات القادة دولياً وعربياً أبرزتها الصحف العالمية وزادت من الشعر بيتاً فمن صحيفة The Independent البريطانية إلى مجلة Foreign Policy وصولاً لوكالة بلومبرغ وغيرها من الصحف احتفوا جميعاً بدور مصر السياسي والمحورية في الأزمة الحالية من خلال تقديمها لخارطة طريق قطاع ووضع حد لنزيف الدماء الفلسطيني